موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام سؤال كبير ومهم رافق السيولة التي اشتاحت مدن شرق العراق هل هذا كل ما تستطيع حكومتنا تقديمة لمن يحتاجون الإغاثة من هذه الكارثة وغيرها من الكوارث التي قد تصيب البلاد لا سامح الله ماذا لو واجهنا زلزالا ونحن قد دخلنا على خطها ماذا لو تحولت السيول إلى فيضان ماذا لو تصحرت الأرض حقا ماذا لو انتشر وباء ما ماذا لو طرق داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر أبواب البلاد مرة أخرى أين خطط الطوارئ العراقية لماذا لا يوجد أي نوع من التخطيط الستراتيجي ما هو عمل مراكز الدراسات والبحوث ما هو عمل المستشارين إلى وزارة التخطيط إلى متى سنبقى نعتمد على منظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني هل تستطيع مبادرات الفردية أن تنقذ العراق بما هو فيه لماذا لا تدعم هذه المبادرات أو لا تدعم بل تحارب من مختلف الجهات التي سرعان ما تتسابق إلى الشاشات لسرقة الانتصار والمنجز بالرغم من أنه واجب المسؤول ولا خلف الله عليه أسئلة كثيرة ومهمة ونحن نخوضها مع ضيفينا السيد عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية ومن بغداد أيضا السيد محمد العقيل القيادي في اتلاف دولة القانون مرحبا بضيفي الكريمين سنبدأ النقاش بعد أن نتابع سوية هذا التقرير أزمة السيول التي اشتاحت شرق البلاد أدت إلى تساؤل مهم هل سرعة استجابة السلطات والجهات المسؤولة للكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث كافية؟ سيول الأمطار تسببت بتشريد عشرات العوائل ومصرع الكثير من الضحايا بماس كهربائي أو غرق فيما قدرت الخسائر المادية بملايين الدولارات كحكومة محلية لا نستطيع أن نعوضهم للميزانية كبيرة لكن الحكومة المركزية تفتقر للتخطيط والمفروض أن يكون مبالغ طوارئ وأكون أساليب لإنقاذ هؤلاء الناس السيول كما أكدت مصادر في بدايتها سرعان ما تتحول إلى فيضانات تجتاح المدن والأزمة ليست في المياه فقط بل بما تجرفه معها إذ أكد الأهالي انتشارا مخيفا للألغام التي كانت مزروعة على الخط الحدودي بين العراق وإيران إبان الحرب بين البلدين فيما خرجت الأفاعي والعقارب من جحورها نتيجة غرقها لتشكل خطرا آخر على أبناء تلك المدن العراق الذي كان على حافة الجفاف في الفترة الماضية غرق اليوم بالمياه ولكن لا بوادر إلى الآن باستغلال هذه السيول من خلال إقامة سدود أو تحويلها إلى بحر النجف الذي لطالما أشار المتخصصون إليه تبقى البوادر الفردية منقذة للعراقيين فيما تنشغل قيادات الدولة بالحفاظ على الصولجان وتكميم الأفواه بتشكيل اللجان سيد السراج مرحبا بك مرة أخرى هذا اللي تقدر عليه الحكومة كل اللي قدرت عليه الحكومة من تقديم مساعدة مثلا لمن يحتاجون الإغاثة في مثل هذه الكارثة اسمع رأيك سيد السراج بالبداية عفوا السؤال كان متقطع لو تعييده بعد إذنك مرحبا بك مرة أخرى سيد السراج إذا كنت تسمعني السؤال هو استكمال مرحبا بك للتقرير الذي شاهدناها سوية هذا اللي قدرت عليه الحكومة شون تقيم جهود الحكومة في مواجهة مثل هذه الكارثة أو كوارث أخرى لا سمح الله أصبحت بين العيون نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك العزيز السيد محمد العقيري ولمشاهديك الكرام حقيقة هذا الأمر قد يكاد يكون الأمر تخصصي يعني أكثر ما نحن نتوجه إلى التحليل السياسي والمراقبات السياسية بعد ذلك خلي نحصل هذه القضية بجانب السياسي وبالتالي أجد أن المسألة تأخذ هذه الأبعاد الأبعاد الأولى أن المؤسسات الدولة العراقية بحكم واقع العراق المرير المرضي بالتأكيد غير متكاملة وغير منسجمة وليس هناك أي تنسيق بين الدوار والوزارات الحكومية هذا أمر واضح جدا يعني نمر بفترة جفاف نشاهد عمليات العطش والملوحة في المياه ويجينا الماء سيول وتجينا أمطار ما نستطيع أن نستخدمها ونوجهها إلى التوجه الصحي يعني المعادلة مفقودة 100% اليوم سمعت أحد المسؤولين الكبار في البصرة يشير بوضوح على أن المسألة تتعلق بالتنسيق بين الوزارات ليس هناك أي تنسيق هناك نوع من التجاذبات هناك نوع من الفرض الرأي لدائرة على دائرة أخرى هناك نوع من عمليات يعني عدم الاتفاق على أمور خطيرة ومهمة كالكهرباء والماء يعني هذه الأمور التي الآن نتكلم عنها السيول هي السيول طبيعية طبعا هذه الله سبحانه وتعالى بالتأكيد دول عديدة مبترية بها ليس العراق فحسب تعلم الأردن الكويت اليوم أيضا كانت مشكلة أمريكا الهيند كل دول العالم إيران هذه أمور طبيعية ولكن أغلب الدول تحاول أن تقلل من الأضرار يعني أقول بصلاحة السيول سيول لا يستطيع أي قدرة بشرية حتى بالدول العظمى أن تسيطر على مجرية السيول إذا بدأت بشكل يعني خارج عن السيطرة لكن هناك خطة طوارئ حكومية تخطيط حكومي سيد السراج للدولة والحكومة نعم هذا هو هذا التخطيط الحكومي الذي يحتاج إلى مؤسسات يحتاج إلى قدرة على الاستيعاب مثل هكذا أمور اليوم نحن نقول دولة ناشئة والدولة الناشئة بمعنى غير مكتبلة الأبعاد ليس لديها وجهة نظر في استيعاب الماء يعني التصور اليوم نحن نتكلم عن جفاف نهر الفرات بشكل كامل يعني يقال بأن نهر الفرات لن نفكر أنه نستخدمه لن نفكر يعني نسوي عليه أي بشعر من مشاريع اليوم نحن نتكلم عن نهر دجلة في العراق فقط وهي مشاكل دجلة التخطيط السراتيجي كان لازم يبدأ قبل 30 سنة قبل 40 سنة على أقل شيء قبل 15 سنة والتخطيط العام لأي وسيلة من وسائل للري هذا يحتاج إلى جهد كبير يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وهذه الإمكانيات الكبيرة نحن في العراق نشاهدها معدومة خصوصا بعد أزمة المياه التي حصلت في البصرة لن نشاهد أي رأي فني أي رأي علمي يشير إلى كيف تنحل المشكلة يعني لن نسمع إلا مشاكل نودي بطالة مي ونتمرع إلى أهالي البصرة ببطالة مي حلو مستوردة من الخارج يعني هذه المسألة بمعنى ليس هناك مخرجات حتى اليوم نقرأ عملية المنهاج الحكومي نقرأ الديباجات قوية وأيضا المحاور قوية وأيضا البرامج قوية ولكن مخرجات التنفيذ معدومة قدراتنا معدومة في الإمكانية الوزارة في أن تنفذ على أقل تقدير حصر هذه المياه وعلى أقل تقدير استيعابة للسنين القادمة وعلى أقل تقدير مواجهة الجفاف في حالات أخرى وكما تفضلت إعلان حالة الطوارئ لحد هذه الدقيقة يمكننا لا نعرف من الضحايا ما قد راحوا شهداء عندنا ما قد هجرت مدن ما عندنا معلومات كافية كرأي عام بأقولك صراحة أنا فوجئت بتقريركم ما عندنا أي تصور عن الأضرار التي سببتها هذه السيول نعم حسنا وشعرنا أن هناك سيول وهذه السيول كبيرة وجاءت من إيران ولكن هل فعلا تضرر منها البشر حتى ما أكفت بيار رسمي من الحكومة العراقية يقول بأننا مثلا قد هجرت ضحايا عندنا كما تحصل في قدوة العالم يعني هذه الأردل المصفنة أعلنت عن نسبة الضحايا أعلنت الحداد أسوى الطوارئ أمور أخرى وحتى العراق أيضا دعم الكويتين ودعم الأردنيين في الكثير من الدعومات في إيران في بسالة تعلق بالسيول التي حصلت في العراق نحن في بلدنا الآن حد هذه الدقيقة أتفاجع بهذا التقرير أنه أكو أدنى ضحايا وأدنى مهجرين وأدنى قرى هجرت أي بمعنى فقدان التنسيق فقدان الاهتمام يعني تترك الأمور مثل ما الله سبحانه وتعالى يريدها هكذا السيول وتنتهي بالبحر والخريط العربي وكل شيء ينتهي طيب سيد العقالي مرحبا بكامرة أخرى مؤسسات حكومية غير متكاملة شون يتحقق هذا التكامل ورق 15 سنة من عراق ما بعد 2003 ما وصلنا مرحلة معينة ممكن نحقق تكامل ونسوف التخطيص التراتيجي نواجه به لازمات على الأقل يعني بعد حدوثها أنه إحنا عدنا خطة جاهزة وممكن نتصرف وفق اللازم شكرا جزيلا على هذه المقابلة تحية للأخ عدنان السراج وكذلك إلى جمهور قناتكم الموقرة بالتأكيد التخطيط هو عصب العصب الأساسي الذي من الممكن أن يقي الأضرار للبلد والتخطيط من الممكن أن ينجح البلد ويجعله في مكانات محمودة ومكانات عليا لأن التخطيط الاستراتيجي هو كيفية التنبؤ إلى الحالة مستقبلا ووضع أهداف وآليات وإدارة الموارد البشرية والطبيعية كل هذه الأمور يعني تكون في علبة مخطط لها أو وعاء مخطط له من الممكن أن يستشرف المستقبل وتضع هذه اللجان وهذه الجهات التخطيطية المشكلات وتجعل لها الحلول ومن ثم تكون الحلول يفترض أن تكون فيها مخرجات ناجعة للأسف العراق ليس فيه يعني تخطيط نعم هناك مؤسسات تعنى بالتخطيط ولديهم عمل لكن للأسف العمل التخطيطي غير منتج يعني لو تمت استضافة شخص من وزارة التخطيط في هذه المقابلة يعني شخص متخصص من الممكن أن يعطي نتاج عمل وزارة التخطيط مخطط على الورق مخطط في الميدان لكن اليوم المواطن المتابع وسائل الإعلام تريد مخرجات إلى هذا التخطيط لا عدنا تخطيط أحصر التخطيط في الموضوع اللي تفضلت به موضوع الحلقة بس هم لا عدنا تخطيط كيف نقل البلاد من حالة الجفاف عذر عن المقاطعة كل هم ما يقبلون يطلعون تقول لي يا بهذا الموضوع اليوم نريد الناقشة ويهي حضرتك أنت مختص ما يقبل يطلع يقول لك شنو أقول يعني هذا المشكلة يعني اليوم اللي يتفضل بهذا الكلام اللي يرود عليك هو إنسان غير منتج بالمؤسسة التي هو فيها له عمل يعني تخطيط إلى أزمة ويحد من هذه الأزمة ولا أنه من الممكن أن تأتي استفادة إلى البلد ويستفد بالتخطيط للبلد من هذه الاستفادة المياه نعمة الأمطار نعمة ويعني اكتوينا بموسم الجفاف الذي مر على البلاد وبفترة قريبة من هذه السيول يعني الصيف الماضي كانت لدينا أزمة حادة أزمة يعني اهتزت فيها الدولة العراقية بصورة عامة تحركت مؤسسات الدولة لكيفية معالجة الجفاف لكن للأسف بدون جدوى لأن التخطيط لم يكن يعني مخطط له إذا تعرض البلد إلى حالة الجفاف الآن لدينا حالة نعمة حالة وفرة أنا اعتبرها حالة السيول لأنها في البادية والبادية فيها الزراع الديمية البادية فيها الموارد الطبيعية البادية من الممكن أن تغذي المناطق النائية من الممكن أن تغذي هذه المياه في البادية إلى الأنهر إلى الأفرع التي تصب في الأنهر لكن أين الخزينة الاستراتيجي للمياه الذي من الممكن أن يستفد منه البلاد في حالة الجفاف غير الخزينة للغام أين الورقة السياسية التي من الممكن للحكومة أن تبرزها مع الدول المتشاطئة مع العراق والتي تتخذ من الماء كورقة ضغط وورقة تفاوض من الممكن لوزارة التخطيط أن تدعم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بأوراق تفاوضية حول المياه هناك من يلوح ويقول الماء مقابل النفط أنتم دولة نفطية ونحن دول مائية الآن الدول النفطية هي بحاجة إلى الدول المائية فأين المناورة هامش المناورة الذي يعطى من خلال التخطيط إلى صانع القرار في الحكومة العراقية وليست فقط أنه كيف أخطط للخزينة الاستراتيجي وكيف أخطط للجفاف وحالة السيول اليوم كيف أخطط من خلال هذا التخطيط الناجح أن يكون ورقة بيد الحكومة العراقية لتبادل المصالح والمنفع المتبادلة ما بين العراق والبلدان التي مع العراق تشترك في المياه هذا جدا مفقود وملموس فقدان هذا الشيء بحاجة إلى إعادة نظر بالأشخاص المخططين بحاجة إلى إعادة النظر بالمؤسسات المخططة بحاجة إلى بعد الجنب السياسي عن التخطيط هذا من الممكن شخصيات تكون ذات علمية رفيعة المستوى بالتخطيط الاستراتيجي لديها الخبرة لديها الإمكانيات لوضع الخطط على الورق ومن ثم التنفيذ لحد الآن لم نرتقي بهذا المستوى في مؤسسات الدولة العراقية بصورة عامة ومؤسسات الحكومة بصورة خاصة فبالتالي من هذه الحالات حالة الجفاف وحالة الفيضانات حالة الجفاف وحالة السيول يفترض أن تكون هناك مراجعة إلى الخطط الموضوعة وإن لم نستفد لا من الجفاف ولا نستفد من السيول فبالتالي متى نستفد متى يحرك المخطط دماغه وعقليته في وضع الخطط الاستراتيجية هذا نحتاج حقيقة الحكومة العراقية برئاسة الدكتور عادل عبد المهد وهو عقلية اقتصادية يعني يفترض أن يأخذ بنظر الاعتبار هاتان الحالتان حالة الجفاف القريبة وحالة السيول الحالية وماذا نضع من تدابير استراتيجية في هذا المجال حتى الأمن جل اهتمامنا بالأمن لكن أين وضعنا من الأمن المائي أين وضعنا من الأمن الغذائي أين وضعنا من الأمن الاقتصادي بصورة عامة هذه كلها علامات استفهام تقع على عاتق المؤسسات القطاعية باعتقادي هناك أو لدي معلومات أكون في مؤسسات أبحاث في الدولة العراقية تعطي المشورة الحقيقية من مخرجات ورش عمل وندوات ومؤتمرات إلى الوزارات المختصة لكن للأسف لم يعتد ولم يؤخذ بهذه التوصيات طيب هذا الجهد من قبل مؤسسات محسية مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يعطي إلى هذه المؤسسات القطاعية يعطيها المشورة الحقيقية لماذا لم تأخذ بهذه المشورات؟ ليش؟ السبب؟ أسباب سياسية مثلا؟ شون السبب؟ والله يا عزيزي هي بالتأكيد في أسباب سياسية وفي تقصير وهناك قصور هناك قصور في الرؤية يعني من خلال المحاصصة ووضع الشخص المناسب في المكان الغير مناسب له الفساد الذي يعني نخر جسد الدولة العراقية عدم الشعور بالمواطنة الحقيقية باتجاه أداء المهمة الوطنية للشخص الذي اعتمنه على مكان معين هذه كلها أسباب هناك تدخلات حتى أقليمية أثرت على الوضع العام هناك مجموعة أسباب لا نعزو ما يمر بالعراق إلى سبب أو سببين هناك سلسلة من الأسباب أدت إلى ما إليه الأمور الآن في البلد يعني مثلا مررنا بالحالة الاقتصادية السيد حيدر العبادي لو لم يمتلك القدرة الكافية على تمرير الحالة الحادة الاقتصادية التي مر بها البلاد لكان وضع العراق غير هذا الوضع ونحن كنا في حالة حرب مع داعش فبالتالي التدبير مرة يأتي من الرأس يكون هذا التدبير وقتي لكن التدبير الدائم هو يأتي من المؤسسات المؤسسات للأسف عملها يعني لحد الآن لم يكن بمستوى التحدي ولم يكن بمستوى المخاطر التي تهدد البلد سيد العقيل طيب أنا فقط راح أنتقل لسيد السراج بجزئية معينة بعدين راح نرجع نناقش قضية المستشارين وشنو القصور وراح نشخص اليوم كثير من القضايا خلال هذه المقابلة سيد السراج مليارات الدولارات صرفت بموازنات سابقة انفجارية كانت على قضية رفع الألغام اجدت السيول وكرفتها كرف وجدت هسه عندنا تحدي آخر مكان ما صحراء والبادية مناطق البادية بالعراق كثير من البوادي عندنا مكان ما تستفاد والأرض المتشققة يمكن يحييها هذا السيل اللي جايها لا جاء بنا الغام طلع عنا حياة وطلع عنا عقارب طيب هاي المليارات اللي صرفت هم باب آخر من البواب الفساد وراحت بجيب الطيبين نقدر نقول بالتأكيد يعني المسألة واضح جدا اليوم أي عمل لا يعني تحصل منه مخرجات جيدة ذات إنجاز معين بالتأكيد أكو فساد به لأنه يما أكو خطأ بعمليات التفكير والأهداف التي ترسم والتخطيط الذي يرسم من أجل القضاء أو حل مشكلة من المشخاكل اللي ذكرت واحدة منها مثلا الغام أو أكو قضية فساد واضحة أنه أدت إلى تفكك الواقع المالي والواقع الإداري وأيضا الشخصي في مساء تعلق بعدم الإنجاز واضح جدا يعني أي عملية تتم ولن تنجز تترك على بالنصف أو بالربع أو لن تنجز بشكل كامل بالتأكيد هاي وراها أما سوء تخطيط فهذا ترهه الوظيفي هذا خطأ وظيفي هذا يجب أن يحاسب الذين خططوا والذين ساهموا في أي مشروع من المشاريع الفاشلة هذان هذول يعتبرون جزء من هذه العملية الخاسرة وثانيا يحاسبون المفسدين اللي أدوا إلى تأخير أو سرقة الأموال لأمور أخرى وتحارب تذكرني بسألة الألغام يعني سمعت أنه منظمات الدولية حوربت وقطعت عقودها للعمل وهي تقدم خدمات مجانية لأسباب تعالق بالفساد فساد للمديرية إزالة الألغام أو غيرها من الأمور التي تهم الآن إشاعات تثار على مديرها بعناوين معينة نعم المنظمة الدولية يعني أنهوا عقدها وأنهوا عملها في العراق لأي سبب بدون سبب آخر إلا الفساد هذا واضح أنت لا تسألني عن أي مشروع سواء كان خطة انفجارية أو غير خطة انفجارية يتعلق بهذين الأمورين الإدارة والتخطيط والفساد لن تتوفر هذه الأمور بالتأكيد سيكون لدينا عمل أكبر هذه من جهة من جهة دانية قدرات العراق في رفع الألغام أقول لك يا بكل صراحة قدرات قليلة جدا يعني الألغام في العراق يعني كبيرة منذ الحرب الإيرانية العراقية زرعت ملايين الألغام من الطرفين وأيضا الحروب اللاحقة وأيضا العمليات التي جرت جعلت هذه المناطق مناطق يعني موبوءة منكوبة بالألغام وهناك تقرير واضح للأمم المتحدة يشير بأن العملية تحتاج إلى 25 عاما لإزالة الألغام من العراق لأنه هناك خرائط معدومة هناك عمليات مثل تتفضل تجريف بالمياه وغيرها للألغام وانتقال أمناطق أخرى مع ذلك هذه قضايا فنية أنا ممكن إليش أعرف بها زيادة ولكن من هذه الناحية أعتقد الدولة عليها أن تبدو جهود كبيرة ومهمة لأن هذه الأراضي المزروعة للألغام حسب ما علمت نسبة الأراضي الزراعية فيها نسبة 86% يعني بمعنى نسبة الأراضي التي زرعت فيها الألغام في الحرب الإيرانية العراقية هي أراضي زراعية بالمطلق وليس أراضي غير زراعية أي بمعنى نحن حربنا من أراضي زراعية إضافة إلى وجود هذه الألغام التي تفتك بالكثير من الذين بُترت أطرافهم والذين يعني هجروا من مناطقهم القضية أكبر من قضية إنسانية نحن في العراق كما نقول نحتاج إلى فلسفة دولة يا أخي العزيز اليوم دولتنا لحد هذه الدقيقة مبنية على أساس المكونات يعني ألغت الشعب تصور نحن صارنا خمسطعة سنة نبني دولتنا على أساس المكونات يعني هذه ما صار في كل دول العالم وين الشعب لعد المكونات تلغي الشعب المكونات عندما تريد أن تحكم بلغة المكونات أي بمعنى ألغت قابلية الشعب في حكم البلد وعندما تلغي حكم الشعب يصبح كل واحد يدور حاله وكل واحد يدور نفسه وبالتالي تجد الأمور تأخذ منحنات عدم الاهتمام بالإنجازات اليوم مع الأسف الشديد أغلب العراقيين أجدهم عدم الاهتمام بقضايا تتعلق بمصيرهم بمستقبلهم لأنه الرؤساء والوزراء ومن جاء بالحكام مع الأسف أعطوهم صورة سيئة نموذة سيئة للنائب للوزير للإدارة هاي من جهة أكو جهة ثانية رحنا خلينا ننظر فقط بهذه التشكيل خلنا ننظر إلى الدولة العميقة في الوزارة نفسها هكو دولة عميقة تتمثل بالوكلاء والمدراء العامين أنا اشتغلت فترة طويلة في هذه المناصب هاي الدولة العميقة دولة فاسدة دولة غير قادرة على إنتاج شيء غير قادرة على أن توصل إلى وضع برنامج متخصص سواء كان بالمياه سواء كان بالألغام في أمور أخرى الخبير فيهم يعني يقصونه ويحاولون إبعاده عن هذه الأمور يعني أنا سمعت الكثير من هذه القصص التي يساوم فيها النظيف على أمور معينة ويقال له نحن جئنا من أجل أن نحصد العقود ويعني نسيطر على هذه الأمور فإذن فلسفة الدولة في العراق يجب أن تتغير يجب أن نعبر نعم عفوا فلسفة الحكوم يجب أن تتغير نعم فلسفة الدولة نعم نعم بالتأكيد يعني يجب أن تتغير يعني يجب أن يكون الاعتماد على الشعب على قدرة الشعب بمختلف أطيافه بمختلف ألوانه قدرة الشعب أي يكون إلى اسم الشعب عندما يكون وجوده قوي وجوده متكامل بالتأكيد لا تستطيع أي حكومة في ظل هذا الوضع أن تخترق هكذا أمكانيات للشعب العراقي ومعروف الشعب العراقي القدرات في مسألة الدفاع العريته وكرامته ولكن في نفس الوقت عندما تتكلم عن النظام لازمنا لحد هذه الدقيقة نعاني من تشكيل حكومة ونفتش لحد الآن أرضي هذه الكتلة وجيب هذه الكتلة تصور كتلة من الكتلة التي يريد أن يرضوها ينطوها أمانة بغداد كتلة من الكتلة التي يريد أن يرضوها ينطوها أمانة مجلس الوزراء حتى يرضى ترضى الكتلة السياسية وصلنا إلى حد وصلنا إلى حد أنه نفتش على مديريات حتى نرضي كتلة السياسية وساهم بالعملية السياسية لحد وإن العراق وإن الإمكانيات وإن القدرات طبعا ينسون الفيضانات وطبعا ينسون الألغام هاي كلت النساء أخي العزيز مو بحالها هو بحال أمانة بغداد هو بحال أمانة مجلس الوزراء هو بحال وزير هو بحال وكيل وزير هو مو بحالنا وإذا جاء بالوكيل نشوف الأسماء ما شاء الله المطروحة حرام إذا واحد تتوفر تلك المؤصفات اللي متوفرة بمهندس متوفرة بخبير متوفرة بأمور أخرى يعني هذه بعد السف شديد دائما نقول دائما يجب أن الرائح هذا الوضع يعني جاء شراك عندما كان عمدة باريس جاء وشاف هذول المهندسين اللي يديرون باريس مهندسين يعني مهنيين فنيين قال أنا أريد ناس أيضا تجميلين أريد ناس أكاديميين خرجين فنون جميلة أريد فنانين أريد شعراء أريد باريس يصير فدوحة كبيرة من اللوحات التي تزهر بها فرنسا شوف النظرة وين وإحنا إن ما نفتش فتش اللي هذا من الحزب وهذا من المكون وهذا من الكلا نفس التجربة نفس التجربة سيد السراج نفس التجربة كانت كانت عد أردوغان لما كان رئيس بلدية وبعدين انتقل للرئاسة وكان البلد في وضع فساد أسوأ من العراق يعني أسوأ من العراق حاليا طيب إحنا شنو اللي يمنع طبعا كانت تركيا طبعا تركيا كانت تركيا كانت مطلوبة ستين مليار دولار الآن ميزانية الخزين الخزين البنك المركزي لتركيا ستمائة مليار دولار يعني ضغم قياسي كانت مطلوبة ستين مليار دولار يعني تركيا عندما جاء أردقان وبدأت عملات الإصلاح والبناء وكذا أصبحت من مطلوبية إلى أنه أتهم خزين من الأرقام المهولة الكبيرة كذلك في إيران أمدة طهران يتحول إلى رئيس وزراء يعني هذا نحن في كل دول العالم الذين يحكمون البلد يملكون رؤى وهذه الرؤى التي يملكونها مبنية على الإرادة والوطنية وحب الوطن ولكن من يسمح لها من يخذيه يشتغل إلا ضمن هذه المواصفات من رح ينطي مجال يتحرك ضمن هذه المواصفات هذه الدولة العميقة الموجودة في كل الوزارات لشوان رح نقدر نحسنها ونسويها حتى نقدر نسيطر على هذه السيول رح تروح وتندثر وتروح للخليج ونحن لحد الآن مقدر نسوي نحن خزان على الأقل يحتوي هذه المياه وتنزل بالمياه الجوفية على الأقل تقدير حتى نستثمرها كأبار جوفية في المستقبل طيب سيد العقالي ما تقولي شنو شغل المستشارين يا مسؤول يجي نخلي لفد 20-30 مستشار من رئاسة مجلس النواب رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء للوزراء نفسهم للدولة العميقة اللي ديتحدث السيد السراج وهي حقيقة موجودة شنو شغل المستشارين إذن يعني هم الكل يعني تعينة وفق المحاصصة وفق مبدأ المحاصصة ترضية الكتل والأحزاب كانت يعني قضية المستشارين مناصب ترضية إلى أحزاب وإلى أشخاص وفي بعض المؤسسات يتم استحداث دوائر معينة درجة مستشار إلى شخص وتابع إلى كتلة لغرض يعني الترضية قطعا هذا سوف لن يؤدي ما عليه يمكن حتى هو مخريج حتى كفاءة إلى هذا الشخص حتى لمس ما يعرفي البس حتى لبسه تريد لبس يقول يابا هذا مستشار هذا فلان هذا هيت عنوانه هذا هل قد يعني المكان ما يؤدي يعني بعض المسؤولين حتى يعني الكارزمة واللبس بعض الموظفين هو أفضل من لبس المسؤول وكذلك يعني هذا الكلام غير راح تودينا عموما يعني أنا أقصد اليوم اليوم والاختيار يفترض أن تكون على ضوء معايير معايير تأخذ بنظر الاعتبار يعني نعم إذا تساوت الخبرة وتساوت الإمكانيات لمجموعة أشخاص في المعايير يفترض أن نذهب إلى الحالة الكمالية للشخص لأنه يمثل الدولة العراقية في المؤتمرات والندوات لا يكون فيهم ما يعرف كيف المراسم ما يعرف إيش وكتي يدخل شون يقعد دجلة والفرات المالينبعا مثلا هذه كلها تعطي واجهة يعني هو هو اللي اللي مفتقد هذه الأمور بالتأكيد مفتقد الكثير من العمل الذي هو موكل إليه اليوم حقيقتين حقيقتين إذا أردنا أن ننجح البلد علينا أن نضع معايير إلى اختيار الشخصيات في المكانات التي تعاني من نقص تعاني من تصحر فكري لدينا تصحر فكري عند أغلب المسؤولين الذين أتت بهم الأحزاب الأحزاب ما عدتها إمكانية تقديم نموذج من الممكن أن يعطي نتاج إلى الدولة العراقية بصورة عامة اليوم تجيب لأشخاص هذه الأحزاب كيف يخدم الحزب بطريقة بائسة بطريقة غير منتجة يعني حتى يؤثر على سمعة الحزب الذي يعني هو منتمي إليه فعلى الأحزاب وعلى الكتل السياسية أن تقدم أفضل النماذج أفضل الشخصيات يفترض أن يفلتر داخل الحزب قبل أن يقدم إلى مثلا إلى رئيس الحكومة أو يقدم إلى الوزير فبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة وعميقة جدا لا أعتقد سوف نتجاوزها في دورة أو دورتين أو ثلاث إذا لم نؤسس إلى حالة صحيحة فتبقى حالة الانحراف الغير صحيح حالة الإعوجاج تبقى مستمرة يفترض أن نعدل المسارات يفترض أن يكون هناك أو تكون هناك حالة المراجعة الرجوع خطوة إلى الوراء الخطوة إلى الوراء هي ليست التراجع إنما هي دراسة المشكلات المعوقات المعرقلات حتى نبدأ من جديد في العمل العمل يحتاج إلى أسس صحيحة العمل يحتاج إلى خطط العمل يحتاج إلى أدوات وإلى هدف واضح إذا نحن المسؤول لا عنده هدف وحتى الأدوات يقرب على المستوى الحزبي لا يقرب الكفاءة ولا يقرب الإمكانية ولا يقرب صاحب الشهادة طيب شون المؤسسة ستنتج تأتي للمؤسسة تلقاها من لون واحد من الحزب يعني رئيس المؤسسة ومنتمي إليه هذا حقيقة هذا أنا ما أتكلم شيء جديد هذا الكل عرفة مؤسسات الإعلامية عرفة والمشخصين لكن اليوم نبحث عن حلول الحلول يفترض أن تكون هناك أسس صحيحة البرنامج الحكومي الذي طرح من قبل دولة رئيس الوزراء يفترض أن يفعل بطريقة صحيحة وبالتوقيتات ويفترض أن تكون عليها المراقبة مع البرنامج الحكومي لدينا مستحدثات حالة السيول أمر مستحدث كيف يدخل على البرنامج الحكومي والدوائر القطاعية تعمل من الاستفادة من السيول ونقي ضرر السيول على المواطن وعلى الأراضي وعلى الممتلكات العامة يعني ليس فقط اليوم نستفد من السيول لا كيف نقض ضرر وكيف نستفد هذه الأمور ليست بالصعبة وليست بالتكنولوجيا المعقدة هذه أبجديات التكنولوجيا يعني الأردن فيها سيول أكثر من سنة فيها سيول لديه حتى فرق الإنقاذ على أهبة الاستعداد عندما تكون هناك حالة سيول نعم تثب ضحايا لكن الحد من زيادة الضحايا هذه فرق إنقاذ متخصصة تقليل إذا حدثت لدينا حالة طارئة الوضع العام كله يربك وتبقى الحالة 72 ساعة تداول تشغل وسائل الإعلام يشغل الجمهور وحتى فيه هناك قضايا مهمة يصرف النظر عنها والكل تنشغل بما هو مستحدث طيب ليش يفترض أن تكون هناك مؤسسات تقض ضرر عن البلد تقض ضرر على المواطن وتعطي الفائدة إلى البلد يعني إذا قبل فترة يعني شفت مقطع النفط البترول يعني حتى المي ليس مثلها يمشي على القاع بترول طاقة العالم كله متحارب وكله متصارع على الطاقة على منابع الطاقة على منافذ الطاقة نعم نحن عندنا الطاقة مالتنا للأسف مهدورة فيها هدر أين الوزارات المختصة لجمع هذه الثروة وإعطائها إلى المواطن والمواطن يعني في مناطق يعني تعيش في بيوت الصفيح عندنا بيوت الصفيح وعندنا هدر للثروة العامة طيب وين المخططين أنا حقيقة أملي بالوزراء الجدد لدي معلومات أنهم أناس متخصصين على مستوى الموارد المائية دكتور جمال العادلي على مستوى وزارة الكهرباء السيد لؤي الخطيب على مستوى وزارة النقل السيد عبدالله العيبي يعني أريد أن أكرر هذه الأسماء وأبرسها بالإعلام لأن أنا شخصيا كمهندس أعرفهم هم كمهندسين شن الأفق العتم لكن اللي يتفضل به دكتور عدنان رح يخلوهم يشتغلون وهذا السؤال يعني هذا السؤال إحنا شنون اليوم نحيد هاي القوة المضادة إلى الأداء الناجح في قوة سماها دكتور عدنان بالدولة العميقة نعم أتفق الأحزاب ما أكو حزب واحد بعين هو يمثل الدولة العميقة أغلب الأحزاب هي تمثل الدولة العميقة وإذا أرادت أن تتصارع تتهم حزب دون آخر بالدولة العميقة لدينا كل حزب هو لديه دولة عميقة لماذا؟ لأنه الوزير الفلاني إذا من كتلة سياسية في دولة عميقة داخل الوزارة لا تريد إلى هذا الوزير النجاح لماذا؟ لأنه سبق لهذه الوزارة كان وزير من ذات الحزب الذي عند الدولة العميقة هذه معوقات العمل وشنجات العمل لا تجعل الوزير يعمل بأريحية طيب طيب يعني رح نكمل الحديث بهذا الموضوع بهذا الصدد يعني أن نذهب إلى فاصل يتخلى له عرض فيديوي لما آلت إليه موجة السيول من أمور سلبية نتابعوا أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب انخلابات أهلا بكم مشاهدينا الكرام تسببت سيول الأمطار التي اجتاحت مناطق عدة في شرقي وجنوبي العراق تسببت بتشريد عشرات العوائل وانتشار مخيف للألغام والأفاعي وخسائر مادية جسيمة أيضا السيول القادمة من إيران ضربت الحدود الشرقية لإيديالة بعد أن اجتاحت الأراضي العراقية من ناحية مندلي وقزانيا لتجرف وتخرب كل شيء يقف في طريقها نسبة الأضرار المقدرة فاقت المليوني دولار مشاهدين الكرام إذ فقدت عوائل تلك القرى كل ما تملكه باتت بلا مأوى وسط عجز حكومي عن اتخاذ إجراءات مناسبة لهذه الكارثة المشروع العربي بقيادة الشيخ خميس الخنجر سارع بتسيير قوافل إغاثة عاجلة للمناطق التي تضررت من السيول في ديالة بمندلي وقرى الندى وقزانيا فيما استحبت تلك السيول معها الكثير من الألغام التي كانت مزروعة إبان الحرب العراقية الإيرانية كما أدت إلى ظهور أفاع كانت تختبئ داخل جحورها أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلين الشعب العراقي العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الخلابات أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام سيد العقيل مرحبا بك مجددا معاهد بالولايات المتحدة مسير البلد كله من خلال الاستشارات ومن خلال تقديم كل الخطط وبالتالي أي كارثة ممكن تصير خطتها موجودة قبلها طيب إحنا إذا بقين وهي الدولة العميقة وإذا الدولة العميقة كانت من نفس الحزب اللي كان الوزير السابق بوزارة معينة من ضمنها هاي قضية الثارات صارت ثارات سياسية سيد العقيل سيد العقيل إذا كنت تسمعوني طيب إذن ربما نقطع الاتصال مع ضيفين من العاصمة بغداد تابعنا من خلال عرض الفيديو ومشاهدين الكرام الخسائر تقدر بنحو مليوني دولار قرى جرفت وهدمت بسبب السيول والكثير من الكوارث منها تجريف الألغام من الحدود الشرقية العراقية ومنها أيضا ظهور الأفاعي والعقارب وكل ما هو مفترس في الصحراء عاد إلينا سيد السراج مرحبا بك مجددا قبل لا ينقطع الاتصال سيد العقيل عن معاهد متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الاستشارة تقدم الخطط الستراتيجية وبالتالي إحنا ما كو مشكلة متوقعة أو غير متوقعة إلا وعدنا فتخطة بديلة إذا بقينا بمفاهيم الدولة العميقة اللي سميتها حضرتك يعني هاي رح يصير ثائرات سياسية تكبل العمل ولا وزير يقدر جديد يجي يشتغل لأنه هاي الدولة العميقة مش وقت تتخلص من هاي الحالة السلبية السيئة اللي طاغية علينا من سنوات مؤسسات الدولة سيد السراج نعم هذا كلام سليمي اليوم التوافق السياسي العمل السياسي في البلد هو الذي يرعى بناء الدولة الدولة عندما نتكلم عن الآليات الفنية لن يكون هناك نوع من التوافق السياسي الذي يحاسب المسؤول الذي يعرض لامكانيات المسؤول الذي يرشح المسؤول الذي يراقب المسؤول الذي يحاسبه على الصغيرة والكبيرة المسؤول هؤلاء لو كان لديهم هذه القدرة السياسية على أن يولدوا يولدوا مثل هكذا شخصيات لكنها في خير لا نحتاج احنا عندنا ما شاء الله علماء وعندنا امكانيات ودولتنا عريقة يعني عندنا امكانيات طويلة عريضة من الخبراء والمستشغالين وامكانياتنا في توليد اشخاص وانتاج اشخاص موجودة ولكن لن تتاح لهم الفرص يعني مع الاسب الشديد احنا عندنا 20 الف دكتور خرج الى خارج العراق عندنا الوف من المهندسين خرجوا لخارج العراق طاقات قدرات كبيرة امكانيات كبيرة يعني في يوم يتصل بي احد وزراء التجارة السابق في زمن النظام يقول انا اريد اقدم خبرتي مجانا هاي مسألة البطاقة التموينية انا انا صاحبها انا مسؤولها انا نجحتها في فترات والامم المتحدة يشهد بذلك اريد اقدم خبرتي مجانا يعني ما يريد شيء الا انه يقدم خدمته مجانا للعراق فقط وفرولي الامكانية انه انطي رأيي بهذا ما انطعه مجال بيخلوا ابدا ما يطولي انه هم مستفيدين هم لو اجه هذا وكشف المستور وفتح البسارة اللي قاح تخرج منها الفلوس والامكانيات اللي يجيبوها والاشخاص الموانين اللي يرعون عمليات الفساد بالتالي راح يخرب شغلهم كله هذا الصحيح لكن اليوم احنا امام واقع هذا الواقع يجب ان يتغير بواقع سياسي الواقع السياسي اللي لن نتفق على ان السلطة التي تدار يجب ان تبتعد عنها الاحزاب السياسية ان تترك لاصحابه لأهله الكتر السياسية والسلطات السياسية هي ترعى العملية كلها ترعى الواقع كلها وتكون موجهة له لا ان تنخرط في مفهوم السلطة حتى في النظام الاسلامي ليس هناك مفهوم سلطة هناك مفهوم اشراف على السلطة من قبل الكتر السياسية ومن قبل علواء وغيرهم ولكن الواقع في السلطة تديرها يديرها التكنقراط يديرها الفنيين المختصين اللي هم شغلهم هذا عملهم هذا حتى يحاسبون على انتاجهم هم الذين يبدون البلد وبالتالي يجد اليوم اي خلاف سياسي ينعكس على هذا اللي احلل نشوفه اليوم ينعكس حتى على الرصيف على الشارع على اي مكان على السيارة يعني صور يعني اليوم اكو حملة يعني فتشي معيب اكو حملة يقال بانه يريدون يسوون انزال خلية السقور او مخابرات السقور انزاله بالشوارع لان المرور انفلت المرور منفلت ما يكون نظام مرور بحيث السيارات يسرى يمني تيجيك المطور من جهة ثانية تيجيك السيارة من مكان ثاني أي بمعنى انه هناك المسؤول هذا منه سبب هذا الوضع هذه القدرة على انفلات المواطن بدعومات سياسية انا تتابع الفلان كتله انا تتابع الفلان حزب انا تتابع الفلان ميليشي انا تتابع الفلان عصابه وبالتالي شرط المرور ما يقدر ينفذ اوامره ما يقدر يطبق اي مفهوم من المفاهيم ما يقدر يسيطر على النظام المرور بالشارع وبالتالي لنفس الشيحات اعلامية يقول لك احنا اذا شرطة ما يقدرون خليل نزل المخابرات بالشارع لانصال انفلات في الشوارع تؤدي الى حالات كوارث ومشاكل بالشوارع يعني مشكلة تصير فاذا نحن امام واقع سياسي يفرض نفسه ويخرب كل الاجراءات الفنية لبناء اي دولة في العالم هذا موجود حقيقة شي موجود اضافة للك كل كتنة السياسية ما شاء الله ادها مجاميع يعني ادها خلايا مسلحة ادها يعني اذرع مسلحة هذه بالتأكيد ايضا تؤثر على بناء الدولة ومؤسساتها يؤثر على الكثير من القرارات المهمة هذا ايضا مهم طبعا هي ليس بالعمل السهل انا لا اقولها جزافا ولا استطيع ان اقول تحتاجين ارادة بس ارادة على الأقل يعني يجب علينا ان نتفق فعلا ارادة قوية ارادة الاتفاق السياسي على اساس انه السياسة لا تدار من قبل السياسيين في السلطة تترك لها يعني السلطة لها اهلها لها ناسها اما بالنسبة للسياسة دخلت بهذا المفهوم دخلت في الاعلام دخلت في الصناعة دخلت في الرياضة واضح دخلت في الفنون نحن هذا وضع لان وزارة الثقافة والفنون عندنا مليون مشكلة يابا شون يعني نريد ان نرشح النا وزير تسعين مشكلة على ترشح الوزير لانه القضية تتعلق بخصومات سياسية حتى تتعلق بالثقافة الرياضة والشباب عندنا مليون مشكلة على الوزير يعني هاي فت قضايا بالتأكيد سببها الفساد السياسي سببها عدم التوافق السياسي كلما بدأ يكون مستقر سياسيا كلما يقول جان الخير كلما يكون هناك توافق سياسي ابتعاد عن السلطة إدارة الدولة بطريقة صحيحة يعني المرجع قال أنا ما استقبل أي سياسي من؟ من فلسفة أنه سياسيين أساوي لإدارة الدولة ليش المرجع ما يستقبلهم على أي ساس هو ما يريد ما يستقبل فلان الفريطان هو كسياسيين ما يريد استقبلهم لأنه يدري هؤلاء تدخلوا في السلطة فأفسدوها طيب سيد العقالي بسؤال أخير إذا سمحت لي اليوم جولة سيد عادل عبد المهدي في علوة الرشيد ألغت المستشارين برأيك؟ طبعا هذه جولات الميدانية جدا مهمة للوقوف على احتياجات المواطن عدم ترك مساحة المواطن هذه الإزيارات تعزز من الثقة ما بين المواطن والحكومة بين المواطن والدولة هذه الزيارات هي يعني تجعل المسؤول رئيس الحكومة أو المسؤولين يعني تكتشف بنفسها حجم المشكلات يعني ليس فقط يعني كثير من المشكلات لا تصل للمسؤول لأن المسؤول ليس على التماس مع المواطن المسؤول بعيد عن المواطن يخشى المواطن اليوم الشخصية العامة هي من تنزل يعني الشخصية المسؤول مدير المؤسسة هو من ينزل إلى الميدان يلامس أموم الناس يجمع مشكلات الناس ومن ثم ليست فقط الزيارة الزيارة نجاح لكن كيف المحافظة على النجاح هو أن يأتي الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الموقر بعد فترة شهر أو شهرين إلى علوة الرشيد ويعطي المخرجات إلى المشكلات بالضبط هو هذا النجاح يعني ليس فقط الزيارة تحققت نعم أنا كمراقب أعتبر هذا الموضوع نجاح كوني مهندس أؤمن بالحالة العملية ولا أؤمن بالحالة المكتبية واضح أعتبر هذا الشيء المفتقد لدى المسؤولين العراقيين فيفترض لهذه الحالة أن تنمى لكن لا تترك رسالتي إلى الدكتور عادل عبد المهدي وأتمنى أن يسمعني جمع المشكلات عليه أن يجعل الحلول السريعة وليس الحلول البطيئة ويأتي إلى علوة الرشيد بعد فترة قصيرة ولديه في حقيبة حلول حتى المواطن تزداد الثقة يعني رئيس الوزراء من الممكن أن يعمد ويسند الثقة التي تزرع عند المواطن واضح هكذا يعني ندعم المواطن بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة من الممكن لرئيس الوزراء أن يذهب يعني مثلا سيد رئيس الجمهورية ذهب إلى شارع المتنبي ماذا عمل في شارع المتنبي رجل يتمشى بشارع المتنبي زار الثقافة والمثقفين لكن كم الصدى لهذا الموضوع أتمنى إلى رئيس الوزراء أن يذهب إلى المزارع أن يذهب إلى حقول الدواجن أن يذهب إلى المصانع إلى المعامل إلى الجامعات يقف في إشارة المرور في الترافيك لايت يأتي للسيارات أنت مواطن شون محتاج ويأخذ عنوانه ويحل مشاكله يعني هذا المكان من منصب أدنى من موقع أدنى من الممكن أن يمارسه السيد عادل عبد المهدي وهو قادر ومن الممكن أن تكون هناك خطط ومشاريع ومقترحات أمام السيد عادل عبد المهدي يعني قابلة للتنفيذ سيد العقيل أشكرك بالتأكيد أغلب المشكلات واضحة هي حلها بسيط واضحة لا تكلف الحكومة لا الوقت ولا الأموال بحاجة للمسؤول أن ينزل مع المواطن يعني التكاتف لحل المشكلات طيب شكرا هذا المفتقد شكرا سيد العقيل يعني أستشرف بالسيد عادل عبد المهدي أن يكمل على هذه زياراتي الناجحة شكرا جزيلا سيد محمد العقيل القيادي بإتلاف دورة القانون شكر وتقدير الكبيرين أيضا للسيد عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية مشاهدين الكرام قبل الختام ومثل ما تعودنا على رسالة قصيرة أكثر من هيئة ودائرة استحدثت أو استحدثت على مدى الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 بموظفيها ومن مختلف الاقتصاصات اتفاجأنا بعد سنوات قليلة بإلغاء تلك الدوائر وزج موظفيها وتوزيعهم على المؤسسات الأخرى منها دائرة المصالح الوطنية بعدد من المحافظات وآخرها دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة بإقليم التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا المرشقة بين قوسين هذا الكلام المباشر اللي لازم تسمعه الحكومة وهيئة المستشارين على ما أعتقد اللي هي صلاحيتها توزيع الموظفين تدرون من التشرون الكوادر وتروح للجامعات أو دوائر الكهرباء على سبيل المثال راح تأثر على موظفي العقود والأجراء اليوميين اللي صار لهم سنوات وآحدهم غرقان ومشلب بالهوى وما عنده غير بسيط أمل واحد بالتثبيت على الملاك الدائم هاي وحدة اثنين من بين الموظفيين اللي انحلت دوائرهم مهندسين وحملت شهادات عليا ذول الشي سووا نروحون للقمار كلولة الضريبة مثلا بلكت هاي رسالة توصل للجنة تقييم البرنامج الحكومي وعلى أقل تتوقف هاي المهزلة يا جماعة الخير العراق مليان كفاءات بس جيب اللي يستغلها واحد من المدونين كتب كلمة من فترة لو زهى حديد الله يرحمها كانت عايشة بالعراق كانت عينة من مدرسة لو بدائرة تقاعد لكونها خريجة رياضيات وكانت دجنت بالدوائر العراقية وصار كلها مهم وخصصات الزوجية وسلفة الخمس ملايين اللي يتطلقها المصارف والسدها وما حد يستلمها غير بس الحبايب فهمكم كافي إلى اللقاء مجالي لكافي اشتركوا في القناة